قل لي بقى ذكرياتك مع مباراة الاتحاد السكنداري يعني هل تتذكر في الذاكرة وانت بترجع الورا كده مباراة معينة بعينها؟ لا طبعا المباراة اللي احنا مع الاتحاد السكنداري كنت لسه حتى بتكلم مع يوسف ويوسف ويوسف اه لدي يوسف اتنين بنتحك حتى بنتكلم الموتوشة كانت احلى متوشة بنحب نلعبها في السادة سكندرية بالذات السادة سكندرية ليه رونك خاص وليه مزاق خاص مع الجماهير وحتى كنا بنتكلم دلوقتي كل حاجة متوفرة بس انصر الجماهيري مش متوفرة احنا كنا زمان تلاقي جماهيري الاتحاد ناس دا مالية الملعب وجماهيري الناد الاهلي الملعب كله مقفول بتعمل حتى ترئيسة او تعمل سلوبة او تعمل حاجة تلاقي الناس كلها بتتكلم فكانت الموتوشة دي بالذات كان بتبقى بلاحة باستمتع فيها ككرة قدم شبكة كلها معين او اكبر شوية بس انا لعبت قدامهم ايلا لعبت قدام يوسف كتير 사ك ويدعم يوسف دي فانت الانتنشة طوال الانتكرام لحب نروح الاتحاد تلاقي المحل كونسينا من الك Einkلبه مش نروحه وليس الام pas separ grab كان في بقى ع Four Fade me and i will كانت الموضوعي ويقاع صعب ففيا فيها دبيعيا اسكندرية في ذات يعني لاحت بيحبها معقشة معذها كبيرة جدا أوي يا أخي سبحان الله اسكندرية خفيفة على القلب كتير أنا لعبت كمان سنة كمان في سموحة فمن البلاد اللي أنا بحبها جد يعني البلد جميلة سجلت في تحات سكندري لا عملت عملت أسست الكتير في تحات سكندري أحلى أسست عملته المين أنا عملت أعملت البلال باللي أحمد بلال طبعا أه أحمد بلال كان هو اللي بيلعب على طول وكان أماد متعب كان موجود مع أنا على طول وأماد أكيد جميل وأنت يا كابتن يوسف حمدي عشان الصورة مش معرفة بكلامة علي يوسف حمدي وذكرتك إيه مع مباراة الأهل يمكن كابتن والله أول مباراة ليا كانت مع الفريق الأول قدام النادي الأهلي كان كابتن طلعت يوسف وقتها المدير الفني ويمكن دي كانت مباراة مهمة بالنسبة لقوي إن كان أول انطباع ليا يتنقل عني بالنسبة لجمالي النادي التحات سكندري خاصة أن زي أحمد بيقول كده كابتن مباراة الاتحاد والأهلي اتحاد وزمالك لأن ده الجمالية دي ما ينفعش الملعب يوفادي يعني فيه لعيبة بتبقى مستائة أنا كنت واحد من الناس اللي هي بتبقى مستائة لما يبقى المدرّة أنت كمان هدف بتحب تجيب الجن تسمع قدانا أسمع صح كابتن دي طبعا أنت قلتني كم هدف جبته في الدوري أنا جيب 33 33 هدف أنا جيبت الحمد لله كابتن في كل عشب يقولوني فدني 26 جيبت لا ده 6 فيه عندي المحلة وأصوان مش مذكورين اتنين والألمونيوم أه دول أي ده عندك حسين بقى الحاجات أه الحاجات دي فيه هدف جيبت في كل الفرع الحمد لله باستثناء الإسماعيل باستثناء الإسماعيل لا أذكر لي هدف في الأهلي الأهلي أنا جيبت الأهلي 3-2 كان في الكاهرة وده حضرتك حضرك كنت بتعلق 3-2 أه الهدف موجود عند حضرك طبعا والله طب شوفويا يا أحمد لو موجود ده أخدوا صوت وصور مسوط حضرتك كنا احنا كذبانين 2-0 شكرا والاني وخسرنا 3-2 في آخر العشر دياء وأخر ربع ساعة آه 3-2 للأهلي آه 3-2 للأهلي كنا احنا كذبانين 2-0 كان حسين عبد المنعم الهدف الأول آه وأنا الهدف الثاني كاي وخلص 3-2 ده برضو من المغاريات اللي كانت بالنسبة لي برضو مغارا كويسة وإنت يوسف كنت موجود في الأهلي أنا كنت في الموتش ده أنت الحارس نشد 3 الأهلي كان أنا فاكر المتذكرة مدام الحراس بنتكلمهم على الأهدف جات فيهم أنا متذكر الموتش ده كواس جدا منول جوزي بعد 2-0 نزل 5 فراودة يا كابتن والله كان خليت بيبه وماكي وكان واحد قصير كده بوص ساعة لأهلي كاستلو كاستلو نزل 6 فراودة والجمعة كمان لطلع عراس حربة كمان واجبوا جوان ده بس لطلع عراس حربة وانا عمله على كل شوية كابتن وغاية سوريا عمل الروبوت الجزمة والجوانتي مفيش الأهلي كسب فوق 10 دقائق فوق 10 دقائق ثلاثة جوان فيما معناه يعني اه فيما معناه شوف لاني يا أحمد ونبي الماتش ده أنا نسيه خالص طبع ده كان هلمالها بكلها حربة بتقول كان هلمالها بكلها حربة هلمالها بكلها حربة طيب مين وانت كنت باك لفت طبعا يا كابتن أحمد مين أكتر لاعب كان في الاتحاد سكندري بيتعبك لما بيلعب قدامك لا يا كابتن الاتحاد كان كله في رفا نجوم كتير جدا اه قول لي أسماء يعني كانت شرف لعب كويس أوي محمد شرف محمد شرف طبعا لصمراني اه كان ساري بردك لحيقته شوية كان بردك لعب كويس يوسف يوسف طبعا كان هداف كان من لعب الرخمة اللي في الملعب اه لباله كان يخبط ويجري ماشاء الله اه وكانت لعبك كتير جدا كان فيه حتى وليد لما راح وكان وليد صلاح وكان صعب وكان رمي رمي سعيد راح هناك فترة رمي كان بيلعب باك اه بيلعب بكرايب نحيط البكرايب اه كان فيه ناس كتير الفرق كنا مثلا زي دلوقتي كانت دلوقتي الفرق المختلف انت مثلا الموهوبة ندر نقوم مش موجودة بشكل مماز يعني الاهلي كان عندنا الفرق كده نجوم نروح مثلا المحلق ستة سبعة نجوم تروح المصري نفس الكلام صح والله تروح الاسماعيلي تلاقي تمنت نجوم دلوقتي انا حاسس الفرق ما فيش إلا واحد واثنين وتلاقي العقود او السعر بتاعه عالي جد اه احنا زمان كان فيه مثلا موهيمة تلاقي العجوز وتلاقي هنا وتلاقي هنا وتلاقي مثلا تلعتين اربعين لعيف اللي حتة ليه هم نفس الشكل اه فكانوا منروح الاتحاد عارفيني الفرقة فيها ايه نروح المنصورة تلاقي اي من محبه وش عارف وطرق اه اه اتلاقي فرقة كبيرة رودة شحاتك فكان ترى انك ده ترى انك فرقة كان كبيرة يعني كان فرقة يسر كناني ففي فرقة كتير جدا انا موافق جدا والوقت ده كان كل الفرقة كل فرقة فيها خمسة ستة معرف تشكيلها مصر حتى عارفها باسمائهم صح انا قولك انا قولك في الالمونيو كمان نروح الالمونيو فرقة ايه لبردك يعني الموضوع كان زمان صعب شوي يعني كنت بتروح تاخد تكسب او تروح نقض تخب بونت او تعمل حاجة كويسة اه كانت الفرقة عارف مين هي العب قدامك يعني غير دلوقتي مثلا حضرك بتلاقي لوقتي مثلا تشكيل كل شوي تغير مش عارف مين هنا ومين هنا مش عارف مين لو النجومية قلت شوي قلت طيب وانت بنسبالك يعني مين اكتر مهاجم في الاهلي كان بيتعبك او لما بتروح لبقرة انت بتبقى يعني كده ما ما فيش شك كابتن حسام حسن حسام حسن طبعا لعبته قداما اه طبعا كتير والكابتن احمد بلال طبعا والجيل ده اه في الزمالك كان عبد الحليم ايه عبتل مميزات حسام حسن كتار المرمى الكابتن كابتن حسام حسن اسمه بيخوف يا كابتن اسمه بيخوف اسمه بيخوف بأمانة يعني لعب مجتهد وعنده حماس يعني انا كان احسن مطشاطي ضد النادي الاهل يعني حتى كان جمهورة عمدنا يعني واسعات في المطشاط اللي ما كناش بنوفق فيها في التدريب باتني يوم انت اهلاوي اه انت اهلاوي لا انت ماء لنادي الاتحاد انت اهلاوي اتخلي بالك فيه اسكندرنية كتير برضو مشارين بيشجاعوا الاهل اه طبعا اه يعني عشان برضو نبقى موقعين تمام ولكن النادي الاتحاد طبعا كابتن نادي كبير وانا اتشرفت ان انا واقفت طبعا انت اكتر حد كنت كان بيزعجك حسام حسن طبعا قدامك حسام حسن اه اه ده حسام حسن واحمد بلار مزبوط الاسمين دول ده كابتن حسام ده فيه اه اه ده ما فيك احنا كله هنجيبه هنجيبه فيه اه انت اقول كيف انا اعمل اي اسم اصبع اننا لو ده قدر على فكر حراس المرمو حتى ما بيجيب اي الاقطات بيجيب اهداف في الاهداف ده بتخش في مين في حراس المرمو طيب بالنسبة لك انت يوسف قبل ما اطلع فاصل مين اكتر مدافع كنت بتخاف منه زي ما بلغة احمد كده قال سئيل والله كابتن يمكن في الاهلي طبعا اه في الاهلي طبعا هو كان واي الجمعة وكان شادي وشادي واي الجمعة وشادي اه دقيما سألتوا في ايه وده سألتوا في ايه الاتنين اللي انا كنت بقابلهم دايما ضغطين علي ممكن نعمد ان الحاس طبعا كان الاول الطريقة بيلعبوا بتلاتة وراء اه فكنت اما بتروح لهم وتتحاول تخلص من واحد اللي الاتن كانوا بيبقوا قريبين اوي من اللاعب وبعدين خاصة ان هما سراع واقوية ودي الميزة اللي كان الواحد بيتميز بها شوية حتة السراع من تحت اه جيدا كنت سريع ما شاء الله فكانوا الاتنين تعبون هل فيهم حد كان بيخدش فيك دخلة فيها عنف لا 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 يعني يمكن دي مكادش موجودة الطبيعة دي بصراحة في الجيل بتاعنا كابتن مكادش موجودة كان دايما اللعبة بيبقى كويس باحترام واخلقات كتت عالية كمان كابتن ويمكن كان فيه شدة في الملعب انها وقتها بتنتهي خلص اه يمكن في بداية الموسم انا كابتن عبازيب شافي جي مساك النادي بالتحاد وقال لي طلب مني نلعب باك يمين باك يمين وانت راس حربة وانا كنت بالعب بلاي ميكر او صنع العاب اه بلاي ميكر او وطلب مني نلعب باك يمين وكان وقتها طبعا الكابتن ياسر رياني فكانت مباراة صعبة جدا في القاهرة وكان تقريبا الكابتن من اوارا يوم وفاة كابتن صالح سليم الله ارحم انا فاكر الموش ده سفر سفر مش عايز اقول لك كابتن يعني انا عملت كمية سبرينتات مع كابتن ياسر بصراحة كانت حاجة غريبة لبالك انت اغلى واحد في الوقت ده روحت الزمالي كانت روحت مليون ونص مليون ونص اه كان وقتها اللي ابليها كان بستمائة الف جنيه كان كابتن رضا عبدالعال تقريبا كان اخر صفقة وصل رضا كان بستمائة الف بستمائة وعمر ازاكي تقريبا راح انبي من المنصورة بستمائة انا كان مليون ونص مليون ونص مليون ونص رقم جبار